النادي الأهلي عن طريق أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي والمدير التنفيذي أو الرئيس التنفيذي ليه شركة الكرة أعلن منذ ساعات قليلة جدا تعاقد النادي مع الفلسطيني المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي وسام أبو علي لاعب سورياس السويدي هينضم للفريق في الانتقالات الحالية لانتقالات الشتوية بعد الاتفاق مع اللاعب والحصول على توقيع والاتفاق معنا دي على كل التفاصيل التفاصيل المالية النادي الأهلي هيدفع للنادي السويدي 2 مليون دولار ونسبة إعادة بيع 15% النادي السجل السويدي دي التفاصيل التعاقدية بالنسبة للنادي طيب بالنسبة لللاعب ايه موقف اللاعب اللاعب هياخد كام من النادي الأهلي اللاعب حتى هذه اللحظة هياخد مليون ومئة ألف دولار في الموسم الواحد هيبقى لتعاقد أربع مواسم ونصف نصف التاني من الموسم الحالي واربع مواسم بعد كده طيب اللي جاي ده بقى شوية تفاصيل خاصة لرقم عشر اللي جاي ده مهم جدا كم سؤال كده هجاوب لك عليهم مهمين بعد ما سمعت الإجابات دي من النادي الأهلي يعني مش من عندي هي سئلة مطروحة رحت طرحتها على النادي الأهلي فالنادي الأهلي قال لي الأجوبة دي طيب أول سؤال هل اللاعب ده اللي هو وسام أبو علي يعاني من مشكلة في القلب عشان هو ويع في مباراة في الديرمارك قبل كده لما كان بيلعب في الديرمارك لسه ويع على الأرض وكان عنده مشكلة وراح بسببها المستشفى طيب قالوا لي في النادي الأهلي نصا كده إحنا تأكدنا إن اللاعب ما عندوش أي مشكلة في القلب وإحنا اطلعنا على كل الكشفات الطبية اللي عملها نادي السيريس السويدي لما ضم اللاعب من الديرمارك وما فيش أي مشكلة في القلب قلت لهم إيه القصة دي كانوا ناسكت بين في الديرمارك إنه هو عنده أزمة قلبية ويع قال لا مسؤول النادي الأهلي قال لي لا القصة ما كانتش كده القصة بعد ما تأكدوا منها النادي الأهلي إنه اللاعب وقع بعد الحكاية بتاعة إيريكسن فاكرين كريستان إيريكسن مع المنتخب الديرماركي في كاس لهم الأوروبية لما وقع بأزمة قلبية وقلبه توقف فبعدها على طول وسام أبو علي حصلوا نفس القصة في الدوري الديرماركي فالناس ربطت إنه إيه ده حصلوا زي إيريكسن بس هو ما كانش عنده نفس القصة قلبه لم يتوقف هو نبضات قلبه علية فاللاعب أغمى عليه فنقلوا المستشفى طبعا بعد كده عملوا له حاجة يعني علاج وقاعد فترة نقاها طويلة شوية بس ما كانش عنده أزمة قلبية ما كانش عنده توقف في عضلة القلب وما عندهش مشكلة في عضلة القلب دي أول إجابة على السؤال هل يعاني من مشكلة في القلب ولا بالمناسبة لما سألت مسؤولي النادي لأهل يؤترهم لا يطلع التقريب الطب اللي عاملوا سيريس إنه إنتوا شفتوه دوت بتاع السيريس السويدي دوت التقريب غلط قالوا لي ما إحنا يعنيه هنعمل له كشف طب لما ييجي مصر طب هيجي مصر إمتى خلال يومين يا بكرة يا بعد وهيعمل له كشف طب تاني وهيعمل له كشف طب هناك وهيعمل له كشف طب تاني هنا عشان يتأكدوا 100% من سلابة اللعب بالمناسبة اللعب كان عنده 16 مباراة مع فريق الموسم الماضي هو لعب يوم 14 فده سؤال ترجمة نانسي قنقر